مشاهدين مبادرة ووساطة جديدة أطلقتها الولايات المتحدة لإعادة إحياء محادثات وقف الحرب في السودان وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكين أرسل دعوة رسمية للجيش والدعم السريع للمشاركة في المحادثات المقررة في الرابع عشر من أغسطس المقبل بسويسرا المحادثات المرتقبة ستكون برعاية سعودية سويسرية وتشارك فيها أطراف أخرى كالأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي ومصر والإمارات بدور مراقب المبادرة الأمريكية تتطلع إلى إرسال طرفي النزاع السودانيين مفاوضين رفيعي المستوى إلى المحادثات والالتزام بإنهاء الصراع وفي حال إتمام ذلك سيشارك بلينكين والمندوبة الأمريكية في الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد في المفاوضات وهو ما يعد أعلى تمثيل دبلوماسي أمريكي بمساعي حل النزاع السوداني ونقلت الفورين بوليسي أيضا عن مسؤولين في الخارجية الأمريكية بأن بلينكين منخرط لشخصيا للغاية في الملف السوداني بما في ذلك المبادرة المقبلة معتبره مراقبون مراهنة ضخمة من الولايات المتحدة التي باتت تعي أن السودان على مفترق طرق وأضاف المراقبون أن المبادرة الأمريكية الجديدة تعد تطورا إيجابيا بعد إهمال طويل للملف السوداني وأشار إلى أن نجاح هذه المحادثات رهن قدرة واشنطن في السيطرة على تأثيرات الدول الخارجية المرتبطة بالصراع من جهة وبالضغط على طرفي النزاع من جهة أخرى وضرورة التهديد الجدي بفرض عقوبات على الأطراف في حال رفضها لاتفاق سلامة ترجمة نانسي قنع